كارت انفيديا RTX 2080 Ti الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوكم فيصل السيف انفيديا في الفترة الماضية أطلقت الجيل الجديد من كروتا وهذه المرة باسم جديد وهو الـ RTX تركز على مجموعة تقنيات تقدم نقلة ضخمة في الجرافيكس مثل تقنية Ray Tracing التي تقدم تأثيرات وانعكاس الضوء والظلال لإخراج تأثيرات واقعية في الألعاب أيضا قدمت تقنية DLSS هي تقنية تستخدم الذكاء الصناعي لزيادة الأداء في الألعاب كارت RTX 2080 Ti مخصص لمحبين الألعاب بدقة 4K وتقريبا قادر على تشغيل الألعاب بدقة 4K و60 إطار لوحده وبدون الحاجة لإستخدام تقنية SLI والتي تتيح تشغيل كارتين للعمل معان في نفس الوقت الكارت تأتي بمعمارية التورينج الجديدة وقدمت هذه المعمارية تقنية Ray Tracing والDLSS وكذلك بحسب انفيديا المعمارية تقدم أداء أفضل بـ 6 مرات مقارنة بالجيل السابق النسخة الموجودة معنا هي RTX 2080 Ti وتتميز بإمتلاكها لمروحتين تبريد وكل واحدة فيها تأتي 13 شفرة وتقريبا سيكون أفضل في التبريد مقارنة بالجيل السابق من ناحية جودة التصنيع الكارت تقريبا مغطى بالألمنيوم من ناحية المنصفات الكارت يأتي بذاكرة 11 جيجا بايت من نوع GDDR6 تردد الكارت 1350 ميجا هرتز ويصل إلى 1545 ميجا هرتز الكارت يدعم تقنية G-Sync وجاهز للاستخدام الواقع الافتراضي ايضا متوافق مع الـ DirectX 12 والـ OpenGL 4.5 والـ Vulkan من ناحية المنافذ الكارت يمتلك ثلاثة منافذ DisplayPort منفذ HDMI ومنفذ USB Type-C يمكن اول مرة أرى كارت شاشة يمتلك منفذ USB Type-C للعرض من ناحية استهلاك الطاقة الكارت يستهلك 260 واط وعشان تشغله يجب أن يكون لديك 2-8 pin نفس البلاقين الصغار والـ Power Supply يجب أن يكون 650 واط على الأقل سلسلة RTX تقدم نقلة كبيرة في تقنيات كروت الشاشة فعلى سبيل المثال تقنية Ray Tracing تعطيك واقعية أكثر مثل إيكاس الضوء والظلال التي تكلمت عنها سابقاً أيضا تقنية DLSS أو بالأصح Deep Learning Super Sampling وهي تقنية تستخدم الذكاء الصناعي في رندرة الصور في اللعبة لكي تحصل على مظهر وتنعيم أفضل للصور مقارنة بتقنيات التنعيم الأخرى وفي نفس الوقت هذه التقنية تعطي أداء أفضل بمرتين مقارنة بالجيل السابق ألعاب كثيرة تدعم تقنية Ray Tracing من ضمن هذه الألعاب Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5, Metro وحاليا مجموعة الألعاب التي تدعم DLSS هي 25 لعبة من ضمنها Final Fantasy XV Windows Edition, Darksiders 3 و أيضا Hillblade Sinua Sacrifice أخيراً سعر كرت RTX 2080 Ti هو حوالي 1200 دولار تقريباً 4500 ريال هو قليلاً غالي ولكن نتحدث عن استثمار كبير وكرت يعتبر الأول من نوعه ومقارنة مع الجيل الذي قبل وهذا الكرت يعطيك 4K 60 إطار في الثانية هو استثمار دائماً لما نتحدث عن Build Up PCs والمفروض أنك تأخذ أداء عالي مع هذا الكرت وقلوا لنا ماذا رأيكم في الكرت هذا؟ هل سعر حق ومناسب والأداء؟ وماذا بالضبط من الأداء والتقنيات التي موجودة فيه؟ لقيتوها جداً مغرية نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر